خلوني كده أتكلم مع حضراتكو كده في موضوع يمكن مش بعيد عننا مين إحنا المصريين في بيوتنا كلنا وفي المجتمع حوالينا دايماً كده ما نيجي نتكلم مع حد ممكن يكون بيساعدنا في البيت أو حد مثلاً من جراننا أو أصدقائنا أو صحابنا أياً كان يعني نوع المعرفة ونلاقيه مثلاً مش لابس كمامة فتيجي تلومه تقوله هو أنت مش لابس كمامة ليه فيقولك جملة كده بنسمحها كتير قوي عندنا في مصر يقولك يا ستي بقى ما احنا سايبينها لله ونعمة بالله يعني الرض بيكون ساعتها ونعمة بالله الحقيقة الجملة دي خلتنا نفكر كده مع بعض ويمكن يعني خلتني أن أنا أتكلم مع حضراتكو كده بشكل ودي وارتجالي كده معاكم إحنا كلنا سايبينها لله معظمنا موكل ربنا سبحانه وتعالى في أمور حياته ويا رب انت وكلنا توكلنا عليك في كل أمورنا لكن في مفهومين الحقيقة يمكن بنتناساهم أو بنخفل عنهم فكرة التوكل على الله وفكرة التواكل على الله التوكل أن أنا عملت كل اللي علي ربنا سبحانه وتعالى رزقني بنعمة النعمة دي اسمها الصحة النعمة دي اسمها الصحة وجبي تجاه أن أنا أحافظ عليها أحافظ على الرزق اللي جالي من ناحية أن أنا مضرهاش ما عملش عادات سيئة تخليني ممكن صحتي تتدهور ما رميش نفسي في التهلكة وأقول سايبها لله لا اللي احنا مش واغدين بلنا منه أن ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا على كل نعمة هو رزقنا بيها ومن أهم النعم دي نعمة الصحة فطبيعي جدا لو أنا مش محافظ عليها أو برمي نفسي في التهلكة أكيد جدا ما زعلش لما تروح فكرة بقى أن أنا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى والتعددة الأسباب والموت واحد والكلام ده كله كل ده احنا بنسمعه في مجتمعنا كل ده احنا بنشوفه في ناس مش بعيد عننا على فكرة أنا واحدة من قلب بيت مصري وبنسمع وبنشوف وبنتعامل وربنا يا رب يعني يحفظنا جميعا وما يدوقناش ألم الفراء لكن احنا بنتكلم بشكل واقعي فكرة أن أنا سايبها لله وأن أنا ملبسة كمامة ولا أخس الإيدي ولا تتبع أي إجراءات احترازية فيه فرق بين التوكل على الله والتواكل على الله التواكل ده أن أنا ما عملش أي حاجة تحافظ على النعم اللي ربنا الدهالي سواء بقى نعمة بقى الصحة نعمة الخلفة نعمة أي نعمة موجودة في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عليها طيب لو إحنا بنتكلم في الموضوع ده عشان أنا برضو مش تخصصي إن أنا مثلا عالمة فقه ولا كده لكن أنا بدردش مع حضرك وتعودت إن أنا أتكلم معيك وزي ما بتكلم مع أهل بيتي أو أي حد معرفه فيه فرق ما بين ده وما بين ده